قررت مهمة لوزيرة العدل ليلى جفيل حيث استقبلت صباح هذا اليوم بمقر وزارة العدل رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة وقد تمحور اللقاء حول عدد من المواضيع لتهم السيدة القضاة وظروف العمل اليومي بالمحاكم وتم استعراض مشيغل القضاة وتطلعاتهم واستحقاقاتهم المهنية في الفترة القادمة وتم تأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المخرجات والقرارات المنبثقة عن جلسة العمل التي عقدت مؤخرا بالوزارة مع رئيسة مجلس إدارة تعاونية القضاة والمتعلقة بتطوير الخدمات المزدد لفائدة القضاة وتقريبها لهم وتيسير سبل الانتفاع بها كما تناول اللقاء أهمية متابعة برامج تعصيل المرفق القضائي وتقدم تنفيذ برنامج الرقمنة بما يساعد على مزيد تحسين ظروف العمل بالمحاكم ودعم نجاعة المنظومة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في مرفق العدالة وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع الأفكار وتصورات البناء والكفيلة بضمان تطوير المنظومة القضائية وتحسين آدائها في إطار تكريس آليات العمل التشاركي في مختلف المشاريع والمسائل التي تهم منظومة العدالة وفقا لانتظارات المتقاضين وتطلعات المتدخلين في الشأن القضائي تكريسا لقضاء ناجع وناجز رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابة فاروق بوعسكر أفيد اليوم بأن إذاع الترشحات الفعالية للانتخابات الرئاسية القادمة ينطلق يوم 29 جوليا 2024 إلى حدود 6 أوت 2024 وأوضح بوعسكر أن المترشح يقدم ملف ترشحه كاملا قبل انتهاء الأجيل يوم 6 أوت وأشاري لأنه كل مترشح يمكن الحصول على الوثائق الإدارية لتلزمه من الإدارات التونسية وفق القوانين والترتيب وأكد بوعسكر أنه كل ملف منقوص يمكن أن يديرك صاحبه الأمر ويكمل الوثائق المنقوصة في ملف ترشحه مقبل 6 أوت وشدد على أن كل تديرك يحصل بعد هذه الأجيل يتم رفض الملف مبدئيا وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على هامش زيارة أديها اليوم إلى خلية الاعتماد الخاصة بالانتخابات أنه تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية نهار لاثنين بشي انطلق إلى حدود 6 أوت يعني التوقيت التالعمل المثمانية متعصبه هذكش لستة متعصبه دون انقطاع والهيئة بشتاقد في الخصوص ندوة صحفية لإطلع الرأي العام على سيرورة هذه العملية بوعسكر دعاء المترشحين إلى تحضير ملفتهم كاملة لتفدي مسألة التديرك وإضافة الأوراق التي يمكن أن تتجاوز الأجيل القانونية وبين أن الهيئة بشتمكنهم من وصل في الغرض يحتوي على الوثائق اللي تم تقديمها والوثائق المنقوصة وأكد على ضرورة أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الإدارية اللازمة على غرار مضمون الولادة وشهدة الجنسية وبتاقت سوابق العدلية بترواء وشدد على وجوب الاستظهار بوصل تأمين الضمان الميلي ليبلغ قدره 19 ألف دينار لفائدة الخزينة العامة والذي يعتبر برهين على مدى جديد المترشح حسب تعبيره كذلك رئيس هيئة الانتخابات قال أن ما يتم تقديمه اليوم على صحة سياسية في علاقة بالانتخابات هي مشاريع مترشحين على اعتبار وأن صفة المترشحة لتخول للهيئة الانتليق في عملية الرقابة لا تكون إلا بعد تاريخ 11 أوت 2024 عند الأعلان رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا وأضف أبو عسكر أن عمل الهيئة حاليا يتمثل في مراقبة الإشهار السياسي وعملية بث ونشر نتائر سبر الأرى فيما تنطلق الرقابة القانونية على المترشحين بعد اكتسابهم هذه الصفة في حين تتعامل الهيئة حاليا مع الأسماء المدى لعلى أنها مجرد نواية تصويت يمكن أن تصل إلى إداع ملفاتها وقبولها ويمكن أن لا تصل إلى ذلك وزاد حكاة رئيس هيئة الانتخابات على مسألة مراقبة الهيئة لوسيل الأعلام بين أنه لا تمر مباشرة إلى الإجراءات الزجرية بل تتدرج عبر مراحل من لفت النظر إلى التنبيه وفي حال تتميدي في الخارق توحيل الهيئة ملف الوسيلة الأعلامية للقضاء الاستعجيلي أو تتوجه إلى النيابة العمومية لوقف بث أو ترويج أي محتوى أعلامي فيه ما سيس بقواعد الحملة الانتخابية وضف أبو عسكر أنه للهيئة الكفائية والخبرات اللازمة لرصد وسائل الأعلام وهي من تقوم باقتراح الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الخارق وبين أنه منظمات المجتمع المدنية التي تعنى بملاحظة شأن الانتخابي مطالبة باحترام القرار الترتيبي ومدوينة السلوك خاصة في الشرط المتعلق بالحياد وقال أبو عسكر أنه مبدأ الحياد إذا جميع المتدخلين في العملية الانتخابية وأمام المترشحين أو راغبين في الترشح هو أهم شرط يمكن المنظمة يمكن المنظمة من الحصول على الاعتماد وضف أنه الهيئة إذا ما رصدت خارق لمبدأ الحياد من طرف أي جمعية من جمعية المجتمع المدني أو من طرف أي وسيلة أعلامية قد لا تمنح المؤسس الاعتماد وذلك بمقتدى القانون الجاري به العمل ودعا في الخصوص للالتزام بهذا القانون والعمل وفق مبدأ الحياد والموضوعية والتوازن مع ضرورة الوقوف على المسافة نفسها من جميع المترشحين السيطرة على حريقة بالغابة الشعراء ببنزارة أكد معتمد بنزارة الجنوبية فيصل العجمي أنه تم تفعيل مخطط اللجنة المحلية لمجابعة الكويرث من أجل إخميط حريق مفاجئ نشب بالغابة الشعراء المحيطة بمنطقة الحسينية وأضاف المعتمد أنه تم استنفار كيفة الإلية اللوجيستية الوجبة والإطار البشري الخبير بمثل تلك الحويدث من قبل مصالح الحمية المدنية ببنزارة وأيضا مصالح الغابات والمعتمدية والبلدية والحرس الوطني بما ممكن من السيطرة على النيران ومنع اتساع رقعتها وتأمين عدم امتدادها نحو التجمع السكيني بالمنطقة لسيما مع هبوب الرياح القوية وأكد أن الحريق لم يخلف أي أضرار مادية أو بشرية باستثناء ما أتت عليه النيران من نسيج غابي وبين أن الفريق الميداني سيلازم موقع الحريق من أجل منع تجدد نشاط بعض الجيوب المتبقية بالتوازي مع القيام بحملة رقابة واسعة على أنشطة التخيم العشوائية بكامل المنطقة بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني وبقية الهيكل المتدخلة في القصرين اتخاذ إجراءات عجلة لفئدة المصاب في انفجار لغم بجبل سلوم هذا معكده المهتمد الأول لولاية القصرين أحمد الحامدي قال تم اتخاذ عدة إجراءات لفئدة المواطن اللي أصيب النهارة ليثة في انفجار اللغم الإجراءات تتمثل في تحسين سكن العائلة متاع المصاب متابعة وضعية أبنائه وتقديم مساعدة مالية وعينية ترجمة نانسي قنقر